هل هناك من كلمة للرجال والنساء بخصوص قضاء أيام رمضان في هذه الأيام أبو براهيم بارك الله فيك و رضي عنك و شكر الله لك هذا الطلب بالنسبة لمن عليه أيام من رمضان الفائت فإنه ينبغي له أن يسارع إلى القضاء لا سيما أخواتنا النساء اللي يكثر عندهن القضاء بسبب العادة الشهرية أو بسبب الولادة أو دم النفاس مثلا ولذلك القضاء واجب كل إنسان عليه أيام من رمضان فإن ذمته مشغولة بهذا القضاء لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا الواجب على نوعين واجب موسع و واجب مضيق فمن شوال الماضي بعد رمضان من شوال الماضي إلى شعبان هذا واجب موسع فإذا دخل شعبان تضيق الواجب يعني الآن على كل إنسان عليه قضاء من رمضان ولو يوم واحد يبادر إلى القضاء لأن الواجب بدأ يتضيق و كثير من الناس للأسف الشديد بسبب التسويف إن شاء الله وسوف وبعدين و كذا يدخل عليه رمضان و هو ما قضاء الذي عليه و الآن الحمد لله غالب دول العالم الأيام شتاء و أيام براد النهر قصير و هذا فضل من الله عز وجل النهر قصير و الجو بارد فسارعوا بارك الله فيكم إلى قضاء ما عليكم من أيام رمضان و الحذر الحذر من التسويف و الحذر الحذر من التأجيل و الحذر من قولوا الله غدا أو بعد غد أو لسبوع الجاي أي يقولون العوام بالنسبة لشعبان يسمونه شهر قصير قصير يعني يدخل شعبان تتفاجأ و إذا أنت على أبواب رمضان فانتبهوا بارك الله في الجميع